توترات متصاعدة تشهدها الصين وتايوان فبعد إنهاء الصين أكبر مناوراتها العسكرية حول تايوان أعلنت الأخيرة إجراء تدريبات عسكرية في بينغتونغ بمشاركة مئات الجنود التايوانيين المتحدث باسم الفيلق الثامن في الجيش التايواني لوي جي قال إن القوات أطلقت قذائف مدفعية وغنابل مضيئة في إطار التدريبات الدفاعية في مقاطعة بينغتونغ جنوب جزيرة تايوان فيما أشارت السلطات في تايوان إلى أن هذه التدريبات كانت مقررة من قبل ولا تشكل ردا على مناورات الصين في سياق متصل قلت رئيسة تايوان ساي إنجوين إن تهديد القوى العسكرية الصينية لم يتراجع مضيفة أن تايوان لن تصاعد الصراع أو تثير النزاعات لكنها شددت في الوقت نفسه أن قوات بلادها ستدافع بحزم عن سيادة البلاد وأمنها القومي على حد وصفها من جانبها أكدت وزارة الخارجية التايوانية رفضها نموذج بلد واحد ونظامين الذي اقترحته صين هذا الأسبوع مشيرة أن بكين تستخدم زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي لتايوان كذريعة لخلق وضع عادي جديد لترهيب الشعب التايواني المتحدثة باسم الوزارة جوان أو قالت في مؤتمر صحفي أن شعب تايوان وحده يملك حق تقرير مصيره وكان مكتب الشعور التايواني الصيني أعلن الأربعاء في كتاب أبيض أن بكين لن تتخلى عن استخدام القوة ضد جارتها وأنهم يحتفظون بإمكانية اتخاذ كل الإجراءات اللازمة اشتركوا في القناة